التجريدية في الرسم الفن التجريدي هل تعلمون يا أصدقاء المقصود بالفن التجريدي؟ وكيف نميز اللوحات التجريدية من غيرها؟ تمتاز اللوحات التجريدية بتداخل خطوطها وألوانها وأشكالها انظروا جيداً إلى هذه اللوحات إنها أعمال تجريدية لفنانين عالميين هيا بنا نتعرف أكثر هذا النوع من الفنون معاً يعرف الفن التجريدي بأنه إزالة ملامح الأشياء التي يرسمها الفنان التجريدية وقد يبقي الفنان بعض الملامح عند الرسم أو يقوم بتجريد ملامح الأشياء بصورة كاملة فتبقى الأشكال والألوان والحجوم فقط وعلى الرغم من طابع البساطة الذي يغلب على اللوحات التجريدية إلا أنه يتعين على الفنان أن يحيط بأعمال التجريد والتلخيص يتعين علينا أيضاً عند مشاهدة الأعمال الفنية التجريدية أن نحس بالخطوط والألوان والأشكال بدلاً من محاولة فهمها إذ تتناغم الأعمال التجريدية بألوانها وخطوطها وأشكالها كإقاع الأصوات الجميلة التي نستمتع بها مثل تغريد العصافير تحوي الشبكة العنكبوتية العديد من الأعمال التجريدية التي سأعمل على البحث عنها وتعرفها شكراً لكم